استقبل مطار العريش الدولي سلسة طائرات محملة بـ 115 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية الخاصة بقطع غزة وقال مصدر المسؤول بشمال سيناء أنه جرى تفريغ حملة الطائرات ونقلها على متن شاحنات لتخزينها في المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش لتجهيزها وإدخالها إلى قطع غزة عبر بوابة ميناء رفح البرية